نعم نسمع وعن سلاما للأكبر رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بجماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا أستطع ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه إذن ما هو حال هذا الشخص الذي امتنع عن ماذا عن الأكل باليمين ماذا حاله أولا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم اثنين الأثر شلت يده انظر طب ليما شلت يده نعم يا جماعة كيف ما تتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف متصور حالك متبنطل وتتبعش الرسول صلى الله عليه وسلم أو بتجرد تحلق لحيتك تخافش تنشل تخافش تنشل وبهد خلي ينفعك منطلونك ولا ينفعك حالك لحيتك ولا يده بالله ما منعه إلا الكبر كان سببا في أن تشل يده سنة سنة نجاح وهي مفتاح الجنة وتتقرب إلى الله عز وجل باتباع السنة تتكبر فما منعه إلا الكبر وليا ذو بالله فتسبب ذلك بأن تشل يده ترجمة نانسي قنقر